صورة الأحزاب هذا كلام أئمتهم وهم يقرون بحتف ضايع كثير من القرآن فهل الله ليس قادرا على حفظ كلامه فلو كان القرآن من عند الله ما ضاع منه حرف فالله وعد في كتابه السماء والأرض تزلل ولكن كلامي لا يزلل في المتار 24-35 يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين هذه آية واحد لما هاجر محمد إلى المدينة كان يحب إسلام اليهود فكان يلين لهم جانبه ويكرم صغيرهم وكبيرهم وإذا أتى منهم قبيح تجاوز عنه وكان يسمع منه وروي أن أهل القريش باعتوا لمحمد وفدا وهو في المدينة قالوا له قل إن لآلهتنا شفاعة وندعوك وربك فشق ذلك على النبي فقد مال محمد ليرضي قومه فنهره الله بقوله اتق الله ولا تطع الكافرين وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرى وكان أمر الله مفعولا قالها في زينب وذلك أن محمد أتى زيدا لا تيملي حاجة فأبصر زينب في درعي وخيمار وكانت بيضاء جميلة ذات خلق من أتم النساء قريش فوقعت في نفسه وأعجبه حسنها فقال سبحان الله مقلب القلوب وانصرف لما جاء زيد ذكر ذكرت له ذلك ففطن زيد وأتى محمدا فقال إني أريد أن أفارق صاحبتي فقال له ما لك أرى بكم منها شيء قال لا والله ما رأيت منها إلا خيرا ولكنها تتعظم علي بشرفها وتؤديني بلسانها فقال له محمد أمسك عليك زوجك واتق الله في أمرها أي لا تفارقها غير أن محمد قال بعد ذلك إن الله عاقبه وقال له لما قلت أمسك عليك زوجك ألخفت من لائمة الناس أن يقول أمر رجلا بطلاق امرأته ثم نكحها فلا تخشى الناس يا محمد قال أناس كانت زينب تفتخر على أزواج محمد تقول زوجكنا آباء كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات وكانت تقول لمحمد إني لا أدل عليك بتلات ما من امرأة من نسائك تدل بهن جدي وجدك واحد وإني أنكحنيك الله في السماء وإن السفير جبريل طبقات الكبرى لإبن سعد جزء الثامن باب زوجة محمد وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستعن كحاها خالصة لك من دون المؤمنين آية 50 أخرج ابن السعد عن مونير بن عبد الله الدولي الدؤالي أن أم الشريك الدوسية عرضت نفسها على النبي وكانت جميلة فقبلها فقالت عائشة ما في امرأة حين تاهب نفسها لرجل خير قالت أم الشريك فأنا تلك فسماها محمد مؤمنة فقال وامرأة مؤمنة إلى آخره فلما قال محمد هذا قالت عائشة إن الله يسارع لك في هواك هذه أسباب النزول السيوطي أسباب النزول هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتأوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن دف آية 51 قال الحسن معنى هذه العبارة أن الله فوض له أن يترك النكاح من شاء من نسائه وينكح من شاء منهن وأخرج الشيخان عن عائشة أنها كانت تقول أما تستحي مرأة أن تهب نفسها أي لرجل آخر فقال محمد هذه العبارة فقالت عائشة أرى ربك يسارع لك في هواك وقد آوى محمد إليه من نسائه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب وكان يقسم بينهن سواء وأرجى من نسائه خمسا أم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية وصفية فكان يقسم لهن ما يشاء ألف تفسير كشف يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يودن لكم إلى طعام من غير ناظرين إناء ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يودن نبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق هذه آية ثلاثة وخمسين أقام محمد وليم ليلة زواجه بزينب ودعا القوم وأطعمهم وكان يتمنى أن ينصرفوا لإنشغال باله بالعروس فتهيأ القيام فقام البعض ثم تهيأ القيام ثانية فبقي البعض وتهيأ ثالثة للقيام فانصرفوا فدخل بيته فتبعه أنس فمنعه بإلقاء الحجاب وقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يودن لكم نعم دوق واجب ولكن لا يجوز أن يشتغل الوحي بمثلها للأمور وهل هذا كان في اللوح المحفوظة دف أسباب النزول السيوطي للآية ثلاثة وخبسين وما كان لكم أن تودوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعد أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم دف آية ثلاثة وخبسين صرح هنا بعدم جواز اقتران أحد بإحدى النسائه وآت طلحا إحدى زوجات محمد فكلما وهو ابن عميه فقال محمد لا تقمن هذا المقام بعد يومك فقال إنها ابنة عمي والله ما قلت لها منكرا ولا قالت لي فقال محمد ليس أحد أغير من الله وإنه ليس أحد أغير مني فمضى ثم قال إلا مات محمد لا تزوج كن عائشة من بعده فقال ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا دف أسباب النزول الصيوطي سورة سبأ ولقد آتينا بداهود منا فضلا يا جبال أوب معه والطير وألن له الحديد أن أعمل سابغات وقدر في السر وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان ريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين قطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نضيقهم من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب والتماثيل وجفانك الجواب وقدر راسيات أعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد شكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا الدابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبتوا في العذاب المهين آية عشر أحد أربعة عشر معنى هذا الأقوال أولا أتى الله داود تأويب الجبال والطير فكانت الجبال ترجع تسبيح أو النوحة على الدن بخلق الصوت مثل صوته فيها ثانيا ألن الله لداود الحديد بأن جعله في يده كالشمع يسوه كما كيف يشاء من غير أفوا من غير إحماء وطرق فعمل منه دروع ثالثا تسخير رياح لسليمان فكانت تسير به كل يوم مسيرة شهرين قيل كان يغدو من دمشق فيقيل باصط فيقيل بيستخر عفوا فيقيل باصط خر بينهما مسيرة شهر ثم يروح من استخر فيبيت بكابل وبينهما مسيرة الشهر للراكب مسرع وقيل أنه كان يتغدى بالري ويتعش بصمر قد رابعا إدابة النحاس له كجري الماء وكان بأرض اليمن خامسا أمر الله الجن أن يعمل له قصور حصينة ومساكن وتماثيل وتماثيل الملائكة والأنبياء على ما اعتادوا من العبادات والصحون كالحياد التي يجمع فيها الماء سادسا لم يعرف أحد بموت سليمان إلا دابة الأرض أي الأرض فإنها أكلت عصاه فقال المفسرون إن داود أسس بيت المقدس في موضع فسطات موسى فمات قبل تمامه فوصى به إلى سليمان فاستعمل الجن فيه فلم يتم بعد إدنى أجله وأعلم به فأراد أن يعمي عليهم موته ليتموه فدعاهم فبنوا عليه صرحا من قوارير ليس له باب فقام يصل متكئا على عصاه فقبض روحا وهو متكئ عليها فبقي كذلك حتى أكلتها الأرض فخرت ما فتحوا عنه وأرادوا أن يعرفوا وقت موته فوضعوا الأرض على العصى فأكلت يوما وليلة مقدارا فحسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة أدف تفسير النكاتي هناك إنستاذ أخطأ لم تسبح الجبال والطير إنما لسان حالها ناطق بحكمة الله وقدرته لم يسمع أن داود كان حدادا وأن الله آلن له الحديد لم يسمع أحد أن سليمان كان يطير على الريح وأنه كان ينتقل من مكان إلى آخر في طرفة عين لم يسمع تليين نحاس لسليمان أو أنه كان بأرض يمن فإنه كان في أرشاليم في قدس الذين بنوا الهيكل هم البناءون لا الجن فإن الجن اسم بلا مسمى لم يكن موت سليمان بهذه الطريقة صورة فاطر ورد في عدة سور من القرآن أن الله خلق الإنسان من تراب والله خلقكم من تراب أيها 31 وكذلك في الروم والحج والكهف وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَئِ مِسْنُونَ هدف الحجر أيها 26 إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ طِينَ لَازِبْ صَافَاتْ أي حضَج خلق الإنسان من صلصالك الفخار هدف رحمن أيها 14 خلق الإنسان من صلصالك الفخار أيها 14 من صورة الرحمن فقالوا سبب هذا الاختلاف وقوع الخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى جاءتهم رسولهم بالبينات والزبر وبالكتاب المنير آية 25 قال المفسرون إن الأنبياء آتوا بالمعجزات الدل على نبوتهم قالوا وبالزبر أي بالصحف وقوله بالكتاب المنير أي تورته الإنجيل والزابر وذكر الكتاب بعد الزبر تأكيدا والحق مصدقا لما بين يديه آية 31 في تفسير جلالين فهل يصدق على شيء مفقود أو ملفق سورة ياسين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اتنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون هدف آية 13-14 قالوا إن عيسى أرسل إلى أنطاكيا إتنين فلما قرب من المدينة رأيا حبيب النجار يرعى فسألهما فأخبراه فقال أمعكم آية فقال نشف المريض ونبرئ الأكمى والأبرس وكان له ولد مريض فمسحاه فبرأ فآمن حبيب وفش الخبر فشفي على حديتهما خلق وبلغ حديتهما إلى الملك وقال لهما ألنا إله سوى آلهتنا قال من أوجدك وآلهتك قال انتظرا حتى أنظر في أمركما فحبيسهما ثم باعت عيسى شمعون فدخل متنكرا وعاش أصحاب الملك حتى استأنسوا به وأوصلوا إلى الملك فأنسوا به فقال له يوما سمعت أنك حبست رجليني فهن سمعت ما يقولانه قال لا فدعاهما فقال شمعون من أرسلكما قال الله الذي خلق كل شيء فقال صفاه وأوجزاه قال يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد قال وما آيتكما قال ما يتمنى الملك فدعا بغلام مطموس العين فدعا الله حتى انشق له البصر وأخذا بندقتين ووضعهما في حدقتين فصارتا مقلتين فقال شمعون رأيت لو سألك إلهك حتى يصنع مثل هذا حتى يكون لك وله شرف قال ليس لي عنك سر إلهنا لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع فإن قدر إلى إلهكم على إحياء ميت آمن به فدعوا البغلام مات منذ سفعة أيام فقام وقال إني أدخلت في ستة أودية من النار إني أدخلت في ستة أودية من النار وإني أحدركم ما أنتم فيه فآمنوا وقال فتحت أبواب سما فرأيت شابا حسنا يشفع لهؤلاء الثلاثة قال الملك منهم قال شمعون وهادان فلما رأى شمعون أن قوله أتر فيه نصحه فآمن فيه جمل ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل فهلكوا هدف تفسير قرطوبي وكتاب الله يعلمنا أن المسيح أرسل رسوله للإتنين ليبشروا بالإنجيل فعملوا الآيات ومعجزات الباهرة وأنباءهم بأنهم سيسجنون ولكن لم يرد في الإنجيل أن إتنين حبسا وأن المسيح أرسل شمعون على الملك بهذه الحيلة صورة الصافات قالوا من أسباب تناقض القرآن لبعض اختلاف الموضع كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون آي 24 أي أحبسوهم فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين هدف أعرف أيها 6 مع أنه ورد فيومئذ لا يسأل عن دنبه إنس ولا جان هدف الرحمن آيات الثلاثين قال الحليمي تحمل العبارة الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل والثانية على ما يستلزمه الإقرار بالنبوآت من شرائع الدين وفروعه ولكن حمله غيره على اختلاف الأماكن على اختلاف الأماكن لأن في القيامة مواقف كثيرة ففي مواضع يسألون وفي آخر لا يسألون جاء في آيات 88-203 أن إبراهيم نظر في الكواكب وأنه سقيم وأنهما ألقوا في النار وأنه رأى في المنام أنه يدبح ابنه ولكن توراسي تقول إن إيمان إبراهيم كان حقيقيا فلم ينظر إلى الكواكب ولم يرى في رؤيا أنه يدبح ابنه بل إن الله أمره بذلك سورة صاد وهل أتاك نبأ الخصم؟ إذ تصوروا محراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجي وإن كثير من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظنى داود إنما فتناه فاستغفر ربه وخرى راكعا وأناب هدف آية 21-24 هدف تفسير تفسير الرازي والقرطبي والطباري والكشاف هذا يشتمل على أخطاء شتى منها قولوا إن الخصم تصور بحراب ودخلوا على داود ومنها أنهم استفتووا في مسألة مبهيمة ومن طلع على ما ورد في العهل القديم في هذه القضية ظهرت له الأخطاء هدف صموئيد الثاني إصحاح 12 من 1 حتى 15 ووهبنا داود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي صافنات جياد فقال إني أحببت حب الخير عندك ربي حتى توارث بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا أعفوا مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اخفر لي وعب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فصخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذه آية ثلاثين حتى ثمانية ثلاثين الصافل من الخيل هو الذي يقوم على طرف سنبك يد أو رجل وهو من الصفات المحمودة في الخيل يعني أن سليمان استعرض الخيل حتى غربة الشمس وغفل عن صلاة العصر يمسح يده بأعناقها وسوقها حبا فيها وأنه قال لأطوفن على سبعين امرأة تأتي كل واحدة بفارس ولم يقل إن شاء الله فطف عليهن فلم تحمل إلا امرأة جاءت بشق الرجل قال محمد فوالذي نفسه محمد بيده لو قال إن شاء الله لا جاهدوا فروسانا وقيل ولد له ابن فأجمعت الشياطين على قتله فكان يغدوه في السحاب فما شعر به إلا أنه ألقي على كرسيه ميتا فتنبه على خطيئته بأنه لم يتوكل على الله وقيل غير ذلك هذي في طبقات بن الساعة الجزء الثامن باب تفسير الآيات التي في ذكر أزواج النبي ولم يرد في توراة أن الخيل أشغلت سليمان عن ذكر ربه ولا أن امرأته جاءت بشق الرجل أو أنه رزق بولد أماتته الشياطين وخذ بيدك ضغثا فضرب به ولا تحنث أيار 44 يعني أن امرأة يعني أن امرأة أيوب ذهبت لحاجة وأبطأت فحلف أن إن برئ لا يضربنها مئة صوت فحلل الله يمينه بأن أخذ ضغثا وهي حزمة صغيرة من الحشيش بها مئة عود ليضربها بها ضربة واحدة فلا تقع يمينه وهذه قصة من خرافات اليهود هذه نفا تفسير بن كاتير ترجمة نانسي قنقر